يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجل قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه صحيح الإمام النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت صحيح الإمام الترمزي والألباني وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير صحيح الإمام البخري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها صحيح الإمام البخري يعني أي مولود فينا بصفة عما يولد الشيطان بيمسه بعد الولادة إلا مريم عليها السلام وابنها نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هؤلاء لم يمسهم الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبث عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس صحيح الإمام البخري وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف صحيح الإمام أبو داود وقال عن أم سلم أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين صحيح الإمام الترمزي إذا إياه